المشكلة الوقت نخلطوا مبين الذاتي والموضوعي ونخلطوا مبين موقف الوطني موقف الدولة التونسية ومبين خلافاتنا السياسية كما مبين طارق في الجانب هذاятель وبالفعل هذا هو الموقف في القضايا اللي تم الدولة التونسية والوطنية ما نختلفوش تعاركوا احنا وقايس سعيد كما قال لك مرة يغلبنا ومرة نغلبوه اما في القضايا الوطنية layered Lazarus نفسطه في الجانب هذاائي العالم يتغير وعالم جديد يتكون في حين أبسط ملاحظ من الوجع التغيرات استراتيجية يلاحظ التغيرات هدية ومش من تورها عندها سنوات على الأقل نحكي أنا بدت تظهر من 11.11 على الأقل نحكي في مستوى منطقتنا منذ انكفاء القوات على أبواب دمشق أنا منأكد اللي التاريخ هداك بدت برشة أمور تتغير لكن أحنا غالب ما نحبوش عندنا جزء من النخبة يعتبروا لو كأن التبعية قدر ما عندناش حل عاشوا بالنسبة لهما خارج الماما أمريكا وخارج الوسادة فرنسا مينجمش خامل يحللنا رو مش نتيطمو إذا كان بعدو علينا ولا كتليرا في الأرض يمنأ بالكريم معنا ذايرا وتنجب تغير موزين القوى وموش تبوري برا لأنه ساعات يصوروها كأنه نوع من القرار الأهوج ومنطق كده لا لا العكس نتعاملوا مع العالم كما يتغير يوميا ونفهمه موزين القوى أما تتوفر عندنا إرادة اللي احنين يتجاوزوا التبعية هذين مهم توفر إرادة سياسية توفر على الأقل خل نقوله نية من أجل حديث عن استقلال القرار الوطن وبعد دول عناصر الموجودة وموزين القوى نحاولوا باش نتعاملوا مش مش كونوا مغرورين برشة ولا نغتروا أما نوازنوا هو قاعد يتغير العالم وقت تشوف أنت دول الأفريقية إلى يوم قبل العام والعامين تقريبا عبارة على حديقة خلفية لفرنسا ثورات قاعدة تصير في أفريقيا فرنسا خرجت من النيجر بطريقة مذلة يمكن تقريبا الجيش الأمريكي الخرج في الفيتنام طارق كنت مختص أنا ديما تحت رقابتك ما خرجش بالذل اللي خرجت به فرنسا من نشر نعروفة فضيحة الجيش الأمريكي وقت الخرج من الفيتنام بكف نعم تولا وبرصاص إلى درجة هيك المشهد الشهير متاع أحد العملاء متاع أمريكا اللي حب حتى هو يطلع في الطيارة وفي الهوريكوبتر شوية دفعه كما يقول لك بالعقب متاع البرد كان متاع واحد أمريكي وقالوا ما نهزوش الخوان معنا يعني يعرفوا عميل في الأخر موش مش النجم يهزوه في الأخير اللي صاير في فرنسا ثم تحولات ثم ناس قاعد شوفها ثم ناس مقمض عينيه أنا نقولوا مكملوا غمضوا عينيكم يعني العالم قاعد يجيوزكم أنا نقول الموقف هدايا اللي خذاته تونس فيه تأجيل المسار هدية كان بإمكانه أن يكون موقف دم له مساعد لأنه يبدو أن الوفد دمتاع المفوضية وقت القرر جان التونس ما شاورش تونس هو قرر يتعامل بنفس الطريقة هنا جاي في آخر البيان في آخر البيان إذا هبطت ثم تحديد على الاتفاق على الزيارة وهذا مهم جدا اللي ثم تقليدي جديد يجب أن يتم إرساءه هو النوع من السيادة اللي كتحب تجيني يا أخي أنا تطفقه لأنه هذا الدبلومسيك كيفاش تصير اللي تم التنسيق ما بين دول أما مش تحك راسك وتقول هني جايك معتها لأنه هذا ثم نوع من منطق المقيم العام اللي كان في فرنسا يجيه فقط في أي وقت ويمشي قابل المقيم العام مهموش في الشعب التونسي ولا البادي كان في قصر جاءتم تبكونا في بيت الدموع ما عدنا ميش نحكي لك هذي العقلية الفرنسية اللي خلتها تخرج من أفريقيا كاملة على قل نحكي لك وجزء من العقلية الأوروبية اللي يعتبره تونس تابعة ثاني حاجة رأوا مهم جدا اللي قالوا تارك لأنه تصريحات مقنون والتصريحات متاع وزير الداخلية الإيطالي مهيش أول تصريح أما وكراكسي وكراكسي رئيسة لجلسة الخارجية أصبحت على درجة من الوقاحة العارية بدون حتى أقنع لأنه قبلش نوى الأحديث نشوفه الألمان والفرنسيس عليش يحكوا حقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان والعودة إلى الدستور والديمقراطية ميش بدلكش على الهجرة إيطاليا اللي هي مكتوية من الهجرة لأنها كما تونس متقط عبور دخلت واخترقت الموقف الأوروبي بدت تحكي على الاتفاق مع تونس لأنها قاعدة تأذى ميش ألمانيا ولا فرنسا لأنه ديما نحكي على ألمانيا وفرنسا لأنه الموقف الأقوى في الاتحاد الأوروبي دوى أسفروا عن وجوههم من حقيقية وطلعت القضية لقضية حقوق الإنسان لديمقراطية قضية المهاجرين وقد ولت العركة في أوروبا ما بين إيطاليا من الجهة وما بين فرنسا وألمانيا ووصلت إلى درجة اللي فرنسا تنشر الجيش امتح على الحدون مع إيطال واتكثوا ووصلت إلى درجة أن ألمانيا تم مذكرة متع اقتسام المهاجرين تم إلغاءها إلى أجل غير هذية خلاهم اللي هما يعبروا على شنو اللي يحبوا من تونس عليش نرجع هنا شوية سمحني يا معز ونرجع لك العركة اللي انصارت مع الإخوة الأفارقة جنوب الصحراء وجوزء منك أتوانسا دخلوا في تخميرة والمعركة بتاع عنصورية ويدي يهديكم ربي راه المعركة معركة وطن أقوى رانا ضد العنصورية ضد الممارساتها به أما المعركة الرهان في المعركة أقوى راه الشعار الكبير ديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة لكن المعركة من أجل اللي قالوا بالفعل طارق واللي طالبوا به بكل وقاها اللي هو منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية التونسية ومكتب تنسيق عبارة قاعدة عسكرية نرجع قاعدة عسكرية أوروبية موجودة في المياه الإقليمية التونسية وحنا هي هذي اللي حاجتهم بيه الأوروبي ولذلك سمعني ما قبلوش مذكرت مذكرت التفاهب مش ما قبلوش لأنه لأنه قايص عيد ما وجد ديمقراطي ولا ما وجد ديمقراطي هاي الميلوني ميلوني اللي كان عيروا بها في النظام التونسي يقول لك فاشية هوا مكرونها وياها ولو زيت فوق الماء وقت المصالح الأوروبية اتقاسمت ولت لعاد فاشية لعاد بربرية